أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وأزربيجان ومدى تمييزها والتي ظهرت بشكل خاص خلال الزيارة الحالية مع كون الرئيس السيسي أول رئيس مصري يقوم بزيارة إلى باكو وما يحمله ذلك من رغبة وإرادة صادقة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات وخلال جلسة مباحثة على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر زوغلوب في باكو أكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار أفة الإرهاب على جميع المستويات واستعرض رؤية مصر للتسوية في ليبيا وجهودها في هذا الصدد كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير للرئيس علييف على دعواته لزيارة أذربيجان وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما تقدم بخالص التعازي والموسى بالنياباتي عن الشعب المصري في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية في طهران متمنيا الشفاء العاجل المصابين ومعربا عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم من جانبه أعرب الرئيس الأذري إلهام علييف عن الامتنان للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة مؤكدا تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا مشددا على حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات لسيما في دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كما أشهد علييف بالمصاري الإصلاحي الاقتصادي في مصر والذي كان مؤداه التحسن الملحوظ والمستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري ترجمة نانسي قنقر